في عالم مثالي وهنا لا نعيش فيه أن يتم الجمع بين الرأيين ولكن في الوضع الحالي هذا يعود إلى ماذا يظن الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن هذه البعثة تحقق من تحقيق الأمن والسلم الدولي إذا حدث توافق بين القوى القبرى في العالم حول هذه الأهمية فأنا أتصور أنه يحدث تنصيق وتوافق مع الحكومة العراقية ولكن أنا لسنا بعد في مرحلة أن الحكومة العراقية تستطيع أن تقول لا أنا أرفض استمرار البعثة الأممية السؤال التالي مباشرة ما هو البديل الأمم المتحدة تقوم بدور حيوي في جهات كثيرة سواء في ملف التعليم الأطفال اليونسيف ليهم أياد بيضاء سواء في ملفات الصحة العامة ورأينا في عقاب جائحة الكورونا أننا يجب أن يكون هناك إطار فكري جديد للتعامل مع الأوبئة التي من المنتظر ليست تكون الأخيرة ولكننا على بداية طريق رديد هناك النواحي التنموية التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الشملة هناك الكثير المواطنة في العراق والذي هو محور اهتمام يعني الكثير من دول الأعضاء يجب أن ينال حقه في تحقيق فرص اقتصادية من أجل توفير حياة كريمة هذا هو المعيارية التي تريد أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الدول الكبرى أن يكون هناك استقرار في العراق نحن في ظرف دولي حالي لا يحتمل صراعات جديدة أن تندلع وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وغرب أسف ترجمة نانسي قنقر